أرحب الآن بسكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوى الأستاذ منصور دهامشي أهلا بك سيدي في بادي الأمر إذن أعلان واتفاق مبدئي تم إقراره من قبل التجمع الوطني الديمقراطي وأيضا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوى إلى ماذا يمهد؟ يمهد إلى أن القائمة المشتركة ستكون أو ستتشكل من حزبين أم من ثلاثة مركبات دون أدنى شك نحن نصعى لأن نكون هذا الاتفاق هو فعلا تمهيد من أجل إعادة وحدة القائمة المشتركة بثلاث مركبات وهذا سيتم بالأيام القريبة العاجلة أنا آملي كله ومتفائل جدا بأنه سيتم هناك إنجاز هذا الهدف وأيضا توسيع القائمة المشتركة لتشمل كل أبناء شعبنا الذين يؤمنون بالخط الوطني وبالثوابت الوطنية وبالنضال والكفاح من أجل انتزاع الحقوق من الحكومة الإسرائيلية ومن كافة الحكومات الإسرائيلية كما قمنا به سابقا وكما تعودنا أن نناضل ونكافح من أجل انتزاع حقوقنا ليس أكثر جميل جدا أستاذ دهامشي أربعة أيام لبدء موعد تقديم القوائم الانتخابية وحتى هذه اللحظة ليس هناك إعلان ربما نهائعا على الأقر رغبتكم بأن تكون القائمة المشتركة بثلاثة مركبات هل العقبات كبيرة فعلا؟ لا أبدا يعني نحن لم نعلن عن حتى إقامة القائمة بالثنائية يعني نحن والتجمع بل قلنا أن هذا اتفاق مرحلي واتفاق من أجل عادة تركيب القائمة المشتركة بثلاث مركباتها لذلك سنعلن من خلال مؤتمر صحفي بعد إنجاز التفاوض مع الإخوة في العربية للتغيير وتشكيل القائمة المشتركة بكل مركباتها وإذا استطعنا أيضا توسيحها هذا ما نصب إليه وهذا ما نسعى إليه وأمل أن تكون الأيام القليلة القادمة يعني خلال يوم يومين أن يتم هذا الإنجاز قبل موعد تقديم القوائم للكنيسة الإسرائيلية ما طبيعة النقاش اليوم في هذين اليومين يعني بالبداية كان النقاش على المواقف السياسية وعلى الورقة السياسية وهذا يعني ما طرحناه منذ شهر ثماني بدأت شهر ثماني وبالتحديد بستة ثماني ونحن أقرينا والورقة السياسية كان نقاش مع التجمع الإخوة في التجمع الوطني وتم الاتفاق على الورقة السياسية وتم التوقيع عليها والمرحلة الآن هي استعادة العربية للتغيير لأن تكون جزء من هذه القائمة المشتركة بكل مركباتها وهذا ما نص إليه خلال اليومين القادمين في بداية النشرة أوردنا ربما الاستطلاع الأحدث للرأي العام في البلاد وأعطى القائمة المشتركة خمسة مقاعد حتى هذا اليوم أو ما إن أقيمت وأجريت الانتخابات في هذا اليوم بداية هل أنتم راضون ربما عن نتائج استطلاعات الرأي التي تعطيكم خمسة مقاعد وفي المقابل ما المجهود الذي ستبذلونه ربما وطبيعة هذا المجهود لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي وهذا التحدي طبعا الأكبر للأحزاب العربية نعم بدون أدنا شك أن التحدي الأكبر فعلا هو رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي نحن نقول بشكل قاطع طبعا لسنا براضين على هذه النتيجة بخمس مقاعد نحن نصبه لأن نصل إلى ثمان مقاعد وهذا يعني وارد جدا كون تركيب القوائم المشتركة سيشكل قفزة نوعية في المجتمع العربي وسنعمل على حملة إعلامية كما تعلم أن الحملات الإعلامية السابقة يعني كل الوقت كانت تبدأ بعد تقديم القوائم ويحدث يعني كمان نقاش سياسي وإحياء للجو السياسي والانتخابات وتحضير الكوادر والحماس لدى الكوادر وهذا ما سيرفع نسبة التصويت أضف إلى ذلك أنه داك هذا يعني خوف من وجود بينكفير وسموتريج هناك يعني ضرر كبير جدا للمجتمع العربي بحال وجود بينكفير وسموتريج في وزارات من خلال حكومة نتنياهو الآن يعني كما تبدو صورة واضحة وهذا الذي يحصل في دولة إسرائيل أنه لن يكون هناك تشكيل حكومة ثابتة التي تحصل على أكثر من 61 عضو ولذلك يعني الجو السياسي والتأرجح السياسي يضعنا في مكان مسؤولية كبيرة جدا أن نمنع تشكيل حكومة يمينية متطرفة هذا دورنا وهذا يعني عملنا ومن أجل أيضا منع سن قوانين عنصرية فاشية كما كان مثل قانون قومية وقانون كامينتس وإذا استطعنا أيضا إلغاء هذه القوانين سنعمل على إلغائها من خلال عملنا ونضالنا في الكنيسة ولذلك مهم جدا يعني جماهير شعبنا أن تخرج إلى التصويت وأن تمارس حقها في الانتخابات القادمة وأن تقول كلمتها يعني كفى لهذه العنصرية كفى للفاشية كفى لهدم البيوت كفى لاختحامات الأقصى كفى 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 لكل الأمور التي تقوم بها الحكومة اليمينية المتطرفة وما زالت يعني مستمرة في تعنتها وتصرفاتها ولذلك من المهم بمكان أن يكون نسبة تصويت مرتفعة وأن يكون عدد أكبر لممثلين في الكنيسة من أجل وضع حد لهذه الممارسات العنصرية الفاشية خصوصا وأن الضبابية ربما تسود المشهد وربما غياب الحسم في ميزان القوى الإسرائيلية عدم وجود يعني معسكر يتفوق على الآخر بشكل كبير أو عدم وجود معسكر يستطيع تشكيل حكومة وبالتحديد عندما نتحدث عن المعسكر اليميني معسكر رئيس المعارضة بن يمين نتنياهو والقوى اليمينية المتحالفة معه هل فترة المفاوضات الطويلة ربما طبعا طويلة نسبيا دفعت اليمين الإسرائيل المتطرف وبن يمين نتنياهو لأن يصطادوا في المياه العكرة ربما ويدفع الجمهور إلى العزوف عن العمل المشاركة السياسية عفوا بدون أدنى شك ونحن نعلم يعني لدينا معلومات دقيقة بأن بن يمين نتنياهو بدأ بحملته من أجل تيئيس المواطن العرب وخرج بلافتات كبيرة على الشوارع يقول بها بأنه إذا لم تتوحدوا ووضع هناك صور لأربع رؤساء القوائم بما فيهم الموحدة والذي يعلم علم اليقين أنه لا يمكن توحيدها مع المشتركة وقال بما معناه من خلال هذه اللافتات ومن خلال الحملة الإعلامية التي هو سيسعى ويستمر بها حتى يوم الانتخابات من أجل عزوف المواطني العرب أنا آمل جدا وأنا كل ثقة بأن مجتمعنا مجتمع واعي ومجتمع مسيس ويعلم علم اليقين بأن هذه الدعايات وهذا الأسلوب لن يثنيه عن القيام بواجبه وبحقه باستمال حقه بالتصويت وبالخروج إلى صناديق الاقتراع لأن هذا واجب وطني أنا أقول بشكل قاطع من أجل وضع حد لحكومات اليمين المتطرفة والحكومات الفاشية وحكومة الاستطان من أن تتشكل حكومة واسعة وأن يكون بين كفير واسموترشت كما ذكرت من الوزراء الذين يسنون القوانين والذين يريدون ترحيلنا وترانسفير للمواطن العرب في داخل إسرائيل ولكن نقول بشكل قاطع فشروا وفشرت أنوفهم نحن هنا باقون وسنبقى وبأرضنا متمسكون وليشربوا البحر هذا ما سيكون آجلا أم عاجلا وتبعا لذلك أدعوك لأن تبقى معي سيد منصور دهامشي ولنضع ربما المشاهد في هذا السياق المتصل انتشرت في مختلف البلدات العربية حملة إعلانية تدعو إلى وحدة جميع الأحزاب العربية إلى الوحدة في قائمة انتخابية واحدة كما تلوح هذه الحملة بعدم تصويت الجمهور العربي حال لم تتوحد الأحزاب والقوى السياسية العربية إذن هذه الصور ربما التي انتشرت لهذه الحملة الإعلانية والتي تدعو إلى الوحدة الكاملة بين جميع الأحزاب العربية كيف ستواجهون ذلك أستاذ منصور هذا ما قصدته بأن هناك حملة إعلامية وهناك برنامج إعلامي وحملة للكود وليأتباعه من اليمين المتطرف وهذه بوادره هذه اللافتات الكبيرة التي ذكرتها هي فعلا بوادر هذه الحملة هم سيسعون أكثر من ذلك وعندهم برنامج نعلم من داخل الحملة الإعلامية للكود بتقصيد تحديدا والبن يمين نتنياهو من أجل أن يجعل هناك عزوف عن التصويت وأن تبقى النسبة متدنية كون هناك 120 عضو كنيسة لن يتغير العدد ولذلك كلما كان أقل أعضاء كنيسة من القوام العربية هذا بالضرورة سيرفع العداد عند اليمين المتطرف وهو بهذه الحالة يسعى من أجل تشكيل حكومة ثابتة ومن أجل أن يهرب من الملاحقة القانونية لشخص من يمين نتنياهو هذا هو هدفه وهذا ما يفعله طبعا نحن سنكون له بالمرصاد وسننشر بالمقابل الحملة الإعلامية التي تقول بشكل قاطع بأنه من واجبنا ومن حقنا أن نشارك في هذه الانتخابات وأن ترتفع نسبة التصويت بالمجتمع العربي إلى أكثر من 45 و 46% يعني هذا بكل تواضع وأن نصل إلى على الأقل 50% من المشاركين عندها بالضرورة سنمنع بين يمين نتنياهو من تشكيل حكومة قادمة وسيكون بينكفير وسموتريتش خارج الإتلاف الحكومي القادم هذا ما نسعى إليه ونأمل أن شعبنا لن يخيب لنا أي ضمن جزيلة شكر لك سكرتيرا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوى لأستاذ منصور دهامشي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم